بالتأكيد أننا نتابع القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية تصلن بمعاهدة الإبادة الجماعية ومصر دائما حريصة على متابعة ودعم الجهود لإزهار الحقيقة والتحقيق في أي ممارسات تتم خاصة عندما تنال بهذا القدر حجماً للمدنيين وهذا الحدد الكبير من المدنيين الأطفال والنساء بالإضافة إلى التدمير الوازع لشاهدته الذي شاهده قطاع غزة المطلب الآن هو إجراءات مؤقتة يتصور أن في مقدمتها إذا ما رأت المحكمة اختصاصها وفقاً للمعاهدة منع الإبادة الجماعية وقف إطلاق النار وهو الشيء الذي نطالب به منذ اندلاع الأزمة والأعمال العسكرية وقف الفوري لإطلاق النار مرعاة للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يشهدها قطاع غزة وضرورة الامتثال إلى ما تخره محكمة دولية أعلى محكمة وأعلى سلطة قضائية دولية وفقاً لمثاق الأمم المتحدة فبالتأكيد أنه التأثير الذي قد ينشأ عن تناول المحكمة من شأنه أن يضع الأمور في نصابها من حيث احتواء هذه الأزمة ومنع تصعيدها وتدعيتها وأيضاً في المقام الأول حماية الشعب الفلسطيني من ما يعاني منه سواء من قتل أو إصابات أيضاً التهجير القصري ومنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه في أي اتجاه سواء كان اتصالت بالدفة الغربية أو بقطاع غزة ترجمة نانسي قنقر